لازم أستغل فرصة وجودكم وأسألكم عن انطباعتكم من روي فيتوريا الزهول الأول لروي فيتوريا الموديل فني المنتخم وصن انطباعتك إيه تصريحاته اللي بينه السطور شفته إزاي أنا ما يبدو يعني ممكن نحكم من المنامح الشخصية شخصية أنا ما يبدو أنه يعني شخصية كريزم ها شخصية ومدرب يعني مدرب أو زي الأستاذ يعني يبقى في الفصل أستاذ شاطر يبقى واسق من نفسه ومعرف بص كده بعد إيه حتى قالك على من شارك ده معانا أنا مش معانا برضو عجبه نمار عجبه سيد عبدالله نمار عجبه كويس برضو مدرب عجبه سيد عبدالله نمار كنت بتكلم النهاردة هو طلب حتى بعد المباراة قوائم منتخبات الشباب في منتخب مصر ورجل ده في شغله اللي فات مع كل الفائلة اللي يدربها هو بيحب جدا الشباب بيحب اللعبين المعادقة فهتسأل عشان كده سيد نمار سأل على سيد متحديدا مست الكرة البرتغالية وخدت نجومتها وشهرتها من فين من تفوق متخبات الشباب على أوروبا في أوروبا يعني فهم في الحدوتة دي شغلانة ومشوار كبير وفي شغل وهم ميزة يعني ميزة كمان كمان مدرسة في إخراج المدربين الشباب يعني أنه عنده مدرب 45 و 47 سنة ويطلع بره ويجي يدرب فريب حجم النادي الأهلي برضو ده حاجة كويسة الراجل بيقوله أنه تفرج على كل حاجة وهيرجع المشوار مش سهل مش هيقدر ينجح واحده بأمانة هيحتاج إلى عمل كبير جدا هيحتاج عمل مساعدة من الأندية المدربين الأندية ويحتاج أنه يشتغلوا زي ما زي ما تقال أنه طلب الفيرات بتاعة منتخبات الشباب عشان يتفرج وشوف ده هيدا بقى حاجة كويسة أتمنى يكون عشان الناس بتتاري على كلمة مشروع كلمة مشروع ده كلمة مهمة جدا لما يكون أنت حطت لها قواعد ولها أهدفها وانت عاوز توصل لفين وتروح لفين يبقى عندك أنت منذ أن تراجعت واختفيت من على الساحة الأفريقية في المنتخبات الناشئين والشباب هو ده حالك ومشتك دائت ما عندكش لما كان عندك تراجع طبع منتخبات وخدت أفريقيا وروحت كاسعالة من الشباب وروحت كاسعالة من الشباب كان يبقى عندك الفضاء اللي انت شايف انت محتاج غربلة ومحتاج جهد دولة من وزارة الشباب ورياضة والتحاد كورة لتوسيق الرقع والبحث واختبارات ما تكونش اختبارات انه راح تفع 50 جنيه و100 جنيه يا جماعة اختبارات مفتوحة والمميز التاخد شكل الاختبارات الكورة في مصر وانا اتكلمنا معك هنا قبل كده وانا لازم يكون في عندك تجربة الراجل ده لازم تقول له انا دلوقتي عاوز اعرف اختار الناشئ ده ازاي ماشي تعرفش هتلي حد مميز يحط لي ان انا عاوز اعلم ناس عشان ما نعرف نختار بس مجلس ادارة للتحادي بس خلينا اختار الناشئ ايه انا شايف انه ايه شايف انه الراجل ممكن يكون فرصة موجود كذا يعني عنصر برتغالي موجودين في الدوري المصري ممكن تبقى فرصة انه هو هيعد هيعد كمان يقدر يعني على فكرة يقدر هو قال محدش يملي عليها حاجة وقال ان احنا نحن نجيب بالصلاح واحد عندنا عشرة مئة صلاح شخصية كوي جدا